في الرابع من أبريل قدمت روسيا مدفوعات مستحقة بعملة الروبل بدلاً من الدولار على اثنين من سنداتها السيادية أجلهما في 2022 و2042 أمر اعتبرته مؤسسة موديز للتصنيف الاقتماني إشارة على وصول روسيا إلى حالة التخلف عن سداد ديونها بعد تصنيفها عند الدرجة الجديرة بالاستثمار وذلك قبل شنها عملية عسكرية في أوكرانيا المعلوم أن بعض السندات الدولية الروسية تسمح بالدفع بالروبل بموجب بعض الشروط لكن روسيا قد تصل فعلاً إلى مرحلة التخلف عن السداد إذا لم تتم التسوية بحلول الرابع من مايو وهي نهاية فترة السماح كما تقول مؤسسة موديز لعدة أسابيع تجنبت روسيا خطر التخلف عن السداد مع سماح وزارة الخزانة الأمريكية باستخدام العملات الأجنبية التي تحتفظ بها موسكو في الخارج لتسوية الديون الخارجية ومع بداية الأسبوع الماضي قررت الولايات المتحدة منع روسيا من ذلك سياسة أمريكية أعاقت روسيا عن سداد ديونها وهو ما جاء في سياق تصريح لوزير المالية الروسي الذي قال إن سياسة الغرب هي التي تتسبب بشكل مصطنع في التخلف عن سداد موسكو ديونها وتكمن الخطورة الأكبر وسط هذه الاتهامات المتبادلة أنه في حال عاجزت روسيا عن السداد فسيكون ذلك أول تخلف كبير لروسيا عن سداد سندات خارجية منذ الثورة البلشفية في عام 1917 وبلا شك ستكون هذه أقوى ضربة وجهتها دول الغرب لموسكو منذ بداية الحرب في أوكرانيا وأكبر تابعات اقتصادية ستتكبدها موسكو بعد استبعادها من النظام المالي الغربي مكرم حنوي العربية